موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الرائعين المتميزين الله يعطيكم العافية اليوم الحصة الثالثة في تأسيس مادة الرياضيات اليوم الحصة مقسمة إلى جزئين يا توجيهي الجزء الأول وهو تكمل الجزء بسيط من التأسيس أما الجزء الثاني بدي أحل أنا وياكو ورقة عمل لأنكو رائعين متميزين دائما بدنا نشغل أنا وياكو خطوة بخطوة حكينا الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة فما بالك إذا كنت أنا معك شخصيا في كل خطوة أنت قاعد بتخطوها الحصة الماضية تعلمنا الجمع والطرح تعلمنا ضرب القسمة وصلنا عند مثال رقم سبعة اليوم بدنا نبدأ في مثال رقم ثمانية وهو بعنوان قسمة الكسور شوف أستاذي أنا عشان أعرف أقسم هاي الكسور أول شغلة بدي أميز إنه هاي القسمة الرئيسية فقيها لازم يكون كسر تحتيها لازم يكون كسر إذن عند قسمة الكسور هاي القسمة الرئيسية لازم يكون فقيها كسر تحتيها كسر الآن كيف بدي أقسم الكسور سهلة جدا شوف أستاذي شو بعمل بعمل بسط ومقام في البسط يا صديقي شوف شو رح أعمل رح أضرب البعيدين في البسط رح أضرب يا صديقي البعيدين في المقام رح أضرب يا صديقي القريبين الآن لازم مسألتي تتكون من أربع طوابق فوق يكون عندي طابقين وتحت يكون عندي طابقين يلا نشوف بالبسط ضرب البعيدين مين البعيدين عن بعض البعيدين عن بعض هم الخمسة يا توجيهي والسبعة هذول هم البعيدين عن بعض فبدي أضرب السبعة ضرب خمسة سبعة في خمسة بعطيني خمسة وثلاثين وعدتوني نحفظ جدول الضرب إذن بالبسط بضرب البعيدين بالمقام بضرب القريبين أستاذي مين هم القريبين القريبين على بعض هم الثلاث والسالب اثنين بضربهم ثلاث ضرب سالب اثنين موجب في سالب سالب ثلاث ضرب اثنين ستة الإجابة النهائية الوزارة ما بتحب تشوف السالب تحت الإجابة النهائية سالب خمسة وثلاثين على ستة يعني أستاذي هاي هي قسمة الكسور هاي هي قسمة الكسور بالبسط ضرب البعيدين بالمقام ضرب القريبين وبدك تدير بالك وتركز يا صديقي إنه بالبسط لازم يكون طابقين بالمقام لازم يكون طابقين نشوف المثال اللي بعده وضع السؤال بحكيلي جد ناتج قسمة ما يلي تابع معي هاي القسمة الرئيسية بالبسط لازم يكون عندي طابقين بالمقام طابقين والله بالمقام في طابقين بس البسط طابق واحد طب الماء له مقام شتفقنا يا توجيهي مقام واحد انتهى الشغل بروح بعمل بسطو مقام بسأل سؤال مين البعيدين السالب سبعة اول اثنين هذول هم البعيدين بضربهم موجب في سالب سالب اثنين ضرب سبعة اربعة عشر بالمقام بدي اضرب القريبين استاذ مين القريبين الثلاث والواحد هم القريبين بدي اضرب ثلاث ضرب واحد ثلاث وانتهى الحل بهاي السهولة استاذي اقسم بالله بهاي السهولة بالبسط بضرب البعيدين بالمقام بضرب القريبين بشرط البسط يكون في طابقين والمقام يكون في طابقين نشوف المثال اللي بعده سبعة على ثلاث تقسيم اثنين تابع معي يا جميل الملامة هاي القسمة الرئيسية في البسط عندي طابقين بالمقام طابق واحد مين اللي مائلو مقام الاثنين شوف هيك شو صار معي بالبسط طابقين بالمقام طابقين اموري جاهزة بسط ومقام بالبسط يا صديقي لازم اروح اضرب العددين البعيدين بالبسط لازم اضرب العددين البعيدين مين البعيدين الواحد والسبعة بضرب واحد ضرب سبعة بعطيني سبعة بالمقام يعني تحت لازم اضرب القريبين بالمقام تحت لازم اضرب القريبين طيب من القريبين للثلاث والاثنين هم القريبين على بعض فبدرب اثنين في ثلاث بعطيني ستة انتهى الحل سبعة على ستة نيجي نشوف هذا المثال هذا المثال حاب احكي معكم فكرة صغيرة خذها مني يا توجيهي وخليها معك لآخر السنة لأنه في كل مثال رح احتاجها مثلا قل لي زيرو بوينت اربعة بالعشرة مثلا قل لي على سبيل المثال زيرو بوينت خمسطعش بالمية مثلا حكي لي زيرو بوينت على سبيل المثال مية وخمسة مثلا حكي لي اثنين بوينت على سبيل واحد وثلاثين شوف كيف بدي احول هاي الفواصل الى كسور تابع معي بسم الله اول شغلة يا صديقي بنساه هاي الفاصلة انساها خلينا بلا ننساها هاي نسيت الفاصلة هذا العدد اقرأ لي اياه اربعة ولا اربعين هذا العدد اربعة بكتم اربعة على الان بدي ارجع الفاصلة هاي الفاصلة شوف شو بحكي كم منزلة على يمين الفاصلة منزلة واحدة اذا بحتاج اذا بحتاج صفر واحد وهذا الصفر شو منحط جنبه دائما واحد اذا هاي اربعة بالعشرة او اربعة على عشرة كله صح كيف بدي اخلص من هاي الفاصلة واحولها الى كسر بعمل بسط ومقام اول شغلة بنسى الفاصلة اقرأ لي هذا العدد هذا العدد خمستعش ولا مية وخمسين والله يا استاذي هذا العدد خمستعش برجع الفاصلة كم منزلة على يمين الفاصلة منزلة منزلتين اذا بدي صفر صفرين وشو منحط جنبهم واحد اذا هاي بقرأها خمستعش بالمية او خمستعش على مية نيجي نشوف هاي انسى وجود الفاصلة بسط ومقام انسى الفاصلة استاذي كم هذا العدد هذا العدد مية وخمسة هاي الفاصلة كم منزلة على يمينها واحد اثنتين ثلاث هاي واحد اثنين ثلاث اذا هي مية وخمسة على الف كلام جميل نشوف اخر مثال هاي الفاصلة انسالي اياها انسيت الفاصلة بروح بحط بسط ومقام اقرأ لي هذا العدد ميتين وواحد وثلاثين هان كانت الفاصلة كم منزلة على يمينها منزلة منزلتين يعني صفر صفرين ومنحط واحد يعني ميتين واحد وثلاثين على مية كلام جميل كلام سهل كلام يبقى بالذاكرة التأسيس مثل الوقود اللي ممشينا لنهاية السنة باذن الله طب ليش هذا الحكي اول اشي عيب يا توجيهي ما تعرف هذا الحكي ثاني اشي عشان القسمة خلينا نشوف اخر مثال بالقسمة وضع السؤال بحكيلي اربعة بالعشرة يعني قصده بصده مقام انسى الفاصلة كم هذا العدد اربعة طب هاي الفاصلة على يمينها منزلة وحدة يعني اربعة على عشرة تقسيم نص هيك ما اتفقنا هيك ما بعرف اقسم بروح اكتبها زي ما انا متعود اربعة على عشرة هي اربعة على عشرة تقسيم هي تقسيم نص يعني واحد على اثنين اه هاي بعرف اقسمها طبق قاعدة المبيجيش معك تعال معه الان التأسيس استغرق معنا ثلاث حصص يستحق اول موضوع خلصناه الجمع والطرح الموضوع الثاني الضرب والقسمة اذا انت الان على قد حالك بالعمليات الحسابية بوعدك بالعلامة الكاملة اذا انت بالعمليات الحسابية على قد حالك وبتدرس اول باول الحصة القادمة طبعا باذن الله رح نبدأ مع بعض في عمليات التحليل هذا الحصة القادمة استاذ شو مجهز لنا اليوم مجهز لك اليوم ورقة عمل تحتوي خمسة وعشرين سؤال نبدأ انا وياك نحل سؤال سؤال الان بدي اجمع ايوة الجمع والطرح يا متشابهين يا مختلفين الخمسطاعش عدد موجب والثمنطاعش عدد موجب اذا متشابهين بالاشارة بجمع جمع عادي خمسطاعش وثمنطاعش ثلاثة وثلاثين بما انهم متشابهين اشارة احدهما وعيب نحط الموجب نشوف المثال الثاني الخمسطاعش عدد موجب الثمنطاعش عدد سالب مختلفين بالاشارة الفرق بين الخمسطاعش والثمنطاعش ثلاث طب مين اكبر اللي عمره ثمنطاعش ولا اللي عمره خمسطاعش والله العمره ثمنطاعش طب الثمنطاعش شو اشارته سالب كلام جميل نشوف المثال الثالث اتفقنا انا وياك انه سالب ورا سالب بعطيني موجب فبتصير مسألتي خمسطاعش زائد ثمنطاعش كلام جميل هذا العدد موجب وهذا العدد موجب متشابهين بالاشارة بجمع جمع عادي واشارة احدهما موجب وعيب يا توجيهي انحط اشارة الموجب لحد اللحظة هاي الامور مية بالمية نشوف الان المثال الرابع مثال رقم اربعة هذا عدد سالب وهذا العدد سالب اذا متشابهين بالاشارة بجمع جمع عادي ثلاث وثلاثين اشارة احدهما سالب الامور ممتازة هذا عدد سالب وهذا العدد ايضا سالب اذا بدي اجمع عددين متشابهين بالاشارة الان واحد يقول استاذ طب ما فيه انا موجب كلام جميل بإمكاني احكي موجب في سالب سالب صح بظله متشابهين بالاشارة انا بدي اجمع متشابهين بالاشارة بجمع جمع عادي واشارة احدهما سالب ثلاث وبإمكاني شو احكي سالب خمسطعش موجب في سالب سالب الثمنطعش قبل شوي حلناها فعلا شو بتعطيني سالب ثلاثة وثلاثين دائما العلم بعطي ناتج صح نشوف هذا المثال الثمنطعش يا صديقي موجب الخمسطعش يا صديقي سالب اختلفوا بالاشارة طب كم الفرق بين اللي عمره ثمنطعش واللي عمره خمسطعش ثلاث طب مين الكبير اللي عمره ثمنطعش واشارته موجب عيب نحط الموجب والله الموضوع جدا سهل يا أستاذ هذا هو الجمع والطرح اللي كنا نغلط فيه هيا قدامك هذا العدد سالب هذا العدد موجب سالب وهذا موجب مختلفين بالاشارة الفرق بينهم ثلاث يا صديقي واشارة العدد الاكبر الثمنطعش اكبر الناتج سالب ثلاث طب استاذ ليش كله خمسطعش وثمنطعش بدي اياك قدر الامكان يكون تركيزك علي شوف الاجابات يا ثلاث يا سالب ثلاث يا ثلاث ثلاث يا سالب ثلاث وثلاث نشوف هذا المثال الخمسطعش عدد موجب الثمنطعش عدد سالب وهذا موجب مختلفين بالاشارة الفرق بينهم ثلاث واشارة العدد الاكبر اذا الجواب سالب ثلاث نشوف الان المثال التاسع مثال رقم تسعة تابع معي قصة الصفر قلنا الصفر بنسى وجود الصفر شو بظل عندي خمسطعش هاي الخمسطعش وين اشارتها هاي مش هاي اذا الجواب بعطيني موجب خمسطعش كلام جميل نروح عالصفر عطول انسى الصفر شطبه هاي الثمنطعش شو اشارتها اذا الجواب سالب ثمنطعش بهاي البساطة بهاي البساطة سالب خمسطعش هذا عدد سالب موجب ثمنطعش هذا عدد موجب مختلفين بالاشارة الفرق بين الخمسطعش والثمنطعش ثلاث اشارة مين الكبير موجب عيب نكتب موجب هات اللي بعده نشوف مثال رقم اتناعش سالب خمسطعش بتنزل توجيهي سالب ورا سالب بتحدن بعطني واحدة موجب ثمنطعش هذا هذا عدد سالب طب هذا عدد موجب طب مختلفين نعم مختلفين الفرق بينهم ثلاث وإشارة الأكبر موجب الآن بدي أروح على الضرب سالب في سالب موجب أربعة ضرب سبعة ثمانية وعشرين وعيب نحط إشارة الموجب كلام جميل اللي بعده موجب على موجب موجب 12 تقسيم ثلاث بعطيني أربعة أستاذ ليش ما تعمل بعيدين قريبين هذه قسمة كسور يعني بالبسط كسر بالمقام كسر أو البسط كسر أو المقام كسر نشوف هذا المثال أستاذ عيب نحط الموجب كلك أخلاق أستاذي موجب في سالب سالب موجب في سالب سالب أربعة ضرب سبعة ثمانية وعشرين الإجابة سالب ثمانية وعشرين مادة كثير سهلة اليوم لازم تطلع من عندي جمع وطرح ضرب وقسمة تلعب فيه نلعب أستاذي نشوف الآن مثال رقم خمسة عشر ستعشر موجب في سالب سالب أربعة ضرب سبعة ثمانية وعشرين أستاذ هاي نفسي اللي فوق مش مشكلة مش مشكلة يعني تكرر مثال يعني غلطنا يا سيديو منك السماح الآن سالب على موجب سالب نعش تقسيم ثلاث أربعة الإجابة سالب أربعة هات للسؤال اللي بعده نشوف سؤال سبعة عش نشوف سؤال سبعة عش تابع معي موجب على سالب سالب نعش تقسيم ثلاث أربعة انتهى الحل سالب في موجب سالب أربعة ضرب سبعة ثمانية وعشرين الأمور ممتازة الآن سالب على سالب موجب نعش تقسيم ثلاث أربعة وعيب نكتب الموجب كلام جميل نشوف مثال عشرين على طول على الدعسة دارس فيش خوف عليك الآن موجب في موجب بعطيني موجب أربعة في سبعة ثمانية وعشرين وعيب نكتب الموجب أخلاقنا أرفع من هيك شوف الشغل الآن جمع وطرح كسور وجب توحيد المقامات هذا الكسر يا توجيهي بدي أضربه ضرب سبعة ضرب سبعة هذا الكسر يا توجيهي بدي أضربه في مقام الأول ضرب خمسة ضرب خمسة شو بصير السؤال سبعة ضرب سالب ثلاث سالب واحد وعشرين طب ليش يا أستاذ موجب في سالب سالب سبعة بثلاث واحد وعشرين طب سبعة ضرب خمسة خمسة وثلاثين زائد هي زائد اثنين ضرب خمسة عشرة سبعة ضرب خمسة منته هس ضربتها خمسة وثلاثين المقامات موحدة بأخذ واحد منهم خمسة وثلاثين الآن سالب واحد وعشرين موجب عشرة مختلفين بالإشارة الفرق بينهم احداش وإشارة العدد الأكبر إذن الجواب سالب احداش على خمسة وثلاثين نشوف السؤال اللي بعده سؤال اثنين وعشرين شوف سؤال اثنين وعشرين العدد المائل ومقام اتفقنا دائما مقام واحد هذا الكسر يا شباب بدي أضربه في واحد في واحد ما بيأثر هذا الكسر يا شباب بدي أضربه في العدد المقام اللي تحت ضرب ثلاث ضرب ثلاث واحد في سالب سبعة رح تنزل زي ما هي سالب سبعة على ثلاث ناقص هاي ناقص أربعة ضرب ثلاث اطناعش واحد ضرب ثلاث ثلاث المقامات موحدة بأخذ منهم واحد سالب سبعة سالب اطناعش متشابهين بالإشارة بجمع جمع عادي تسعطعش إشارة أحدهما سالب تسعطعش على ثلاث هات اللي بعده يا أستاذي وإنت بإذن الله زي وأفضل تقسيم وفي كسور بعرفش أقصد شوف شو بعمل بعمل بسط ومقام دع نقرأ اطناعش هاي اطناعش تقسيم هاي تقسيم ثلاث على خمسة قسمة كسور الآن مين المائل ومقام يا أستاذي الاثنعش هو المائل ومقام ليش لأنه لازم فوق طابقين ولازم تحت طابقين ويساوي بالبسط فوق بدي أضرب البعيدين مين البعيدين الاثنعش والخمسة نعش ضرب خمسة ستين هاي اطناعش ضرب خمسة ستين الآن بالمقام بدي أضرب القريبين مين القريبين الثلاث والواحد ثلاث ضرب واحد ثلاث الصفر بنزل أستاذي ستة تقسيم ثلاث عشرين هيك الأمور مية بالمية نشوف مثال أربعة وعشرين بعرفش أقرأ هيك بعمل بسط ومقام يلا نقرأ ثلاث على أربعة هاي ثلاث على أربعة تقسيم هاي تقسيم سبعة على اثنين هاي سبعة على اثنين الآن قسمة كسور بالبسط ضرب البعيدين اثنين ضرب ثلاث ستة هاي البسط بالمقام ضرب القريبين سبعة ضرب أربعة ثمانية وعشرين إذن كم الناتج النهائي ستة على ثمانية وعشرين نشوف القاعدة تابع معي A على B هاي A على B تقسيم هاي تقسيم C على D أستاذي هاي القاعدة ويساوي بالبسط بدي أضرب البعيدين مين البعيدين ال A وال D فبالبسط بتصير A ضرب D هذا بالبسط بالمقام ضرب القريبين C ضرب B أو B ضرب C هيك الحمد لله يا توجيهي أنهينا الجزء الأول من التأسيس وهو الجمع والطرح والضرب والقسمة ومكننا مادتنا بخمسة وعشرين سؤال أي طالب من طلابي بحل الخمسة وعشرين سؤال صح بإمكانه الحصة الجاي يبدأ معنا بإذن الله في عمليات التحليل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ويا فوز المستغفرين وأنت يا أخي أقم الصلاة والسلام ختام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر